اشتركوا في القناة تحية لحضرتك مصنوره لمشاهدي الأو تي في أهلا وسهلا فيك دكتور يعني متابعتنا هلأ رح تنبثق بداية من ما صدر منذ قليل يعني مش من عشر دقايق خلص قطابه رئيس الحريري بذكرى الخمسة عشر لاستشهد الرئيس رفيق الحريري أول مفارقة أول مرة بتصير ببيته هذا الاحتفال وسط جمهور المستقبل طبعا كيف هيك أول قراءة لهذا الخطاب اللي صارنا عشرين منقول ترقب الخطاب الناري شفته ناري أم أقل مما كان متوقع لا هو واضح أنه اللي كان متوقع أو اللي تنظر له أنه بده يتعبر عنه إيجا أخف ومنطق يعني أنه أخف هاي المناسبة الخمسة عشر دائما بالنسبة للرئيس الحريري هاي دي مناسبة مفصلية بأكد من خلالها سنويا على حضوره الزعامات على حضوره السياسة وعلى حضوره على رأس الطائف السنية مفصلية إطلالة اليوم إنه إطلالة على جمهوره ما بعد ترك السلطة خاصة أنه قال أنا باقي بالعمل السياسي بس في جدلية تاريخية بين قيادة الطيار المستقبل وبين السلطة وتحديدا رئاسة الحكومة تجعل دائما الزعام الحريري كائنا من كان الذي يمثلها على رأس الحكومة مرتبطة بالإمساك بالسلطة لذلك لم تتعود الزعام الحريري على أن تكون في المعارضة إلا بالمرحلة الفاصلة ما بين عام 98 وعام 2000 عندما عاد الرئيس الحريري على حصان أبيض مع نتيجة الانتخابات وبحكومة الرئيس كرامي عام 2004 ما بعد ذلك كل من تعاقب طبعا في حكومة الرئيس مئاتي عام 2011 بس بعد ذلك في عنا حكومة الرئيس تمام سلام وحكومتين للرئيس الحريري مع العهد هي استمرار الوجود في السلطة أكيد رح نفصل هذا الموضوع ولكن خليني أتوقف عند تغريدة لرئيس التيار الوطني الحر رئيس تكتل لبنان الأول نائب جبران باسيل من خمس دقايق بالتحديد بيقول بالتغريدة جبران باسيل شو ما أنت عملت وقلت ما رح تقدر تطالني وكيف ما أنا كنت ما رح أقبل كون متلك بتفرقنا بعض الأيام والمبادئ بس رح يرجع يجمعنا تفاهم الوطني رح تبعيد بس رح ترجع الفرق أنه طريق الرجعة رح تكون أطول وأصعب عليك يعني أنا برأيي حقه النائب جبران باسيل أنه يسارع للرد لأنه هو المعنى الأول بالهجوم السياسي رغم أنه ما تم التسمي بالاسم وكانه فيه كان ما سمى لكن حاول أنه يعني يفوت من زاوية اتهامه بأنه رئيس الظل وغير هيك حملوا مسؤولية كل ما وصلنا إلى بهاي المقضة ليكي طبيعي أنا بلست لك أنه رسمي لك شكلا أول شي فيه تعمد أنه الاحتفال يكون ببيت الوسط ليش المساحة ذيئة بتلم الناس الحضور بيعطي طابع عاطفي تحشيدة الزخم ببطل تستهلك القاعات الواسعة مثل الليبي العلمة ننتبهي المناسبات الحريرية تدرجت من ساحة الشهداء إلى لبيال إلى بيت الوسط فبالمعنى هيدا الدقرة كل ما عم بتذيء سعة الناس فيها وهيدي إشارة مثل بالمجلس النيابة كمان كمان نفس التدرج هيدا تدرج نزولا زيت وهي واحدة اتنين أهم مضمون يريد أن يقوله الرئيس الحريري الليلي وتعبر عنه فيه ملاحظة تانية هو دخوله مع الرئيس السنيورة ومع المفتد ريان سوا بمشهد توحدي رأس ماله الأساسي للرئيس حسان دياب لبعده أخذت فيها رسالة يعني من ثلاثة أيام أنه الطائف السنية بمجموعة الحيوي والأساسي هي هون ثلاثة كمان فيه رسالة واضحة بوجود السفير وليد البخاري بهذا الحضور يعني الحيوي بمشهد اليوم لأنه تعرفي أنه سادت كثير من الأوساط أحاديث كثير عن حقيقة العلاقة بين الرئيس الحريري وبين المملكة يمكن بس تظهرت برأيك يعني بعد زيارته الأخيرة الرئيس الحريري للسعودية كان من المتوقع أنه يكون الدعم أكبر لدرجة أنه تكون كلماته أقوى بالمضمون يعني وليس فقط بالشكل يعني حتى المواقف ما كان فيها مرتكزات إذا فينا نقول أم قصص يبني عليها أنه بس بإطار أنه أنا مخصني أنا باقي أنت مش قوى مني يعني هو ليكي بموضوع السعودي بالزاد أنا برأيي المشهد بده شوية قراءة لأنه يمكن السعوديين بعد أن نجحوا بإخراجه من التسوية الرئاسية متكئين على الدعم الأمريكي إنه ثلاث سنين ونص من عمر انخراط الحريري بهذه التسوية لم يكونوا راضين كانت محاولة أبر شمون لإخراجه من التسوية وفشلت لكن أخيراً تحت وقع ما جرى بـ 17-20 يعني هيدا الاستجلب الرضا أنا ميال بالقراءة السياسية وبالمعطيات أنه السعوديين في طور إعادة تقييم لحضورهم السياسي ولمصالحهم مع الطائف السنية بلبنان خايفين من الحضور التركي القطري بساحات الشمال بالفترة الأخيرة والقوى التي ضخط حضوراً من الشمال باتجاه ساحات الحراك بالفترة الماضية كل العالم بيعرف أنه فيه مواجهة على ساحات المنطقة كلها بين محورين على المستوى العربي والإسلامي محور تقوده السعودية والإمارات ومصر ومحور تقوده تركيا وقطر واضح أنه لا تريد السعودية لحضور السياسي في واقع الطائف السنية بلبنان أن يفلت بالاتجاه الآخر لذلك واضح تماماً أنه إشارات اليوم ممكن إيجازة سعودياً بشكل مقتضب أول شيء صار فيه تواصل حقيقي بين الرئيس الحريري والسعوديين منذ أربعة أسابيع بعد ما أخرجوا من التسويه الرئاسي اللي كانوا غاضبين عليها وغاضبين على الانسجام بين وبن كل القوى السياسية المشاركة في هذه التسويه بدوا يعززونه موقع السياسي خارج السلطة تحديداً على رأس الطائف السنية ويحاولوا يتدرجوا بالتعاطي مع أولويات المرحلة المقبلة يعني تروي بالاندفاع القوي جرعة وراء جرعة لكن بدون يلموا الواقع السني تحت رايته هذا واضح ولا شك خيار السني من خلال الحريري إعادة تفعيله على رأس الطائف السنية كزعيم أول هذا بيسكر الباب أمام حكومة الرئيس الدياب أو الرئيس الدياب بيذهبوا لدول خالجية والسعودية بصلاً؟ هلأ هون إذا بدك بهاي الجزئية الرئيس الدياب بعد ما زار المفتي ويبدو أن هذا الأمر تم بناءاً على اتفاق مسبق لما هو اتصل بالمفتي دريان عشية تكليفه بالرئاسي وقال له بدي زورك تشاور المفتي دريان مع الرئيس الحريري لأ قبل عم نحكي أول ما تكلم قالوا له أنه بياخذ الثقة لحكومته بتستقبله فجرى الاستقبال على هذا الأساس لكن مسألة أن تفتح أبواب دول عربية للرئيس الدياب بالمعنى العميق للكلمة يقال أنه سيتم استقباله إذا استقبل من بعض الدول بيستقبلوا بحرارة بيسقوا أهوة مرة وبيضيفوه طمر وبيقولوله أهلا وسهلا فيك شرفتنا دون أي إرادة حقيقية بدعم ما يريده الرئيس الدياب من دعم للبنان من خلال جولات إذا حدثت علماً أنه حتى بعض السفراء العرب ببيروت ومنه نسفير دولة عربية كبرى بالوطن العربي عم بيقول أنه هو عم يحكي عن جولة لكن نحن عملياً ما صار أي حكي جدي معنا لحد وما في أولويات بيننا وبينه ربطاً بجولة موعودة بمعنى آخر بما أنه الأرار أمريكي وبما أنه منطق الإقفال السياسي على الحكومة الحالية متخذ ومستمر بأرار من الأمريكيين وبما أنه في أجندة مطلوبة مننا على قاعدة المعايير والشروط بدون يجربوا ضمن ما يسمى فترة السماح لمبين أنه هي ثلاث شهور يشوفوا قدرة حكومة حسان دياب على الدخول بلعبة المعايير والشروط القاسية وأنه على ضوء ذلك يبنى على الشيء مقتضى كان لفت أيضاً بالتشديد على حليفه وصديقه وليد بيك وأيضاً كان فيه إشارة إيجابية تجاه معراب هنا نسبية يعني حتى جربي خصة بميشي دياء بالتحديد حتى ما يوسع إطار الإيجابية إلى ما هو أعلى علماً أنه أنا شفت مؤابلة لإلى السطريدة وآلة نصابة طواعكي صحية أنا سمعت المؤابلة هلا قبل شوي وأنه لذلك هي كلفت بأن تكون هي الممنوسة أنه العلاقة بين القوات وبن طيار المستقبل تمر بأزمة سياسية مستديمة قاعدتها الأساسية هي عدم الثقة المتبادلة وبعد إرهاصات بعد الذي جرى بأربعة تشرين الثاني موجودة بخلفية العلاقة بين الطرفين رغم كل الكلام الجميل والمعسول الذي يجري تداوله والحضور القواتي اليوم بالمهرجين حضور خجول بالثقل السياسي الذي يمكن أن يبنى عليه أما بموضوع النائب وليد جونبلاط النائب السيبي واضح أنه العلاقة هي بصعود وهبوط ومنى علاقة مستوية قائمة وقال له كان موجود شخصيا مش بس هيك حتى إذا بدك بموضوع النصاب الأخير لجلسة الثقة للحكومة الدور المميز اللي لعبه وليد جونبلاط ما قبلوا المستقبل والقوات يلعبوا وقالوا أنه نحن منجي على الجلسة بعد تأمين النصاب واللي ساهم عمليا برفض النصاب بما احتاجه باللحظات الأخيرة كانت العلاقة الوثيقة بين الرئيس برري وبان الاستاذ وليد جونبلاط لذلك بحاولوا يحافظوا سعد الحريري ووليد جونبلاط على حد أدنى من الرؤية المشتركة لواقع المرحلة المقبلة لكن التصعيد بمقابلة وليد جونبلاط بالشرق الأوسط دايما محفظ الألقاب وبإطلالة سعد الحريري اليوم واضح أن الرمي بالمرحلة المقبلة بشكل متدرج بدي يكون على العهد وعلى الرئيس لن يسهلوا لحكومة حسان دياب والكلام عن إعطاء فرصة هو محاولة امتصاص للحظة السياسية الحالية والرهان على الصعوبات القادمة بالأزمة المعقدة اللي عم منعيشة تلاتي واضح أنه في عنوان أساسي هو أطلقوا اليوم بخطابه والرئيس مئاتي أطلقوا بالمؤتمر الصحفي والقوات بلشوا فيه هو الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة علما أن هذا الأمر يبقى شعار فضفاض ما دامه ما عم يطرحوا الآليات الحقيقية لتجاوز التعقيدات المرتبطة بهكذا طرح سواء بالنسبة للآنون حسب أي آنون وكيف راح تتغير راح نحكي بهذا الطرح ومين الخسران ومين الربحان إذا صار في انتخابات ولكن إذا بدأ يدخل بالتناقض لم يخرج الحريرة من أزمة 2017 بالعتب أو النقمة بين مزدوجين على القوات بس هذا التاريخ بالذات لماذا لم يحفظ هذا الجميل الذي تقدمه من قبل استماتة رئيس الجمهورية أو إصرار رئيس الجمهورية على عودة رئيس حكومة لبنان إلى لبنان سالما وكلنا منعرف بأي ظروف من تخلى عن الرئيس الحريري ومن بقية إلى جانبه وحتى آخر لحظة والجولة اللي قام فيها الوزير بس اللي عم بهاجمه اليوم الرئيس الحريري منعرف بثلاثة أيام كم دولة جيل في سبيل إطلاق صراح خلينا نقول لها الأدبي بصراحة إطلاق صراح الحريري من معتقل هو أهمية اللي عم تتفضلي فيه بـ 24 الثاني 2017 إنه يومتها اللي صار عطى إشارة كتير مؤثرة ومعبرة عن الحياة السياسية اللبنانية إنه معايير الوفا والأخلاق في ذاك الموقف الكبير لأخذوا رئيس الجمهورية والوزير باسيل والسيد حسن نصر الله والرئيس بريل واللي أمنوا يومتها ما سمي بحاظن وطني استدرت عطف الكثير من دول العرب والغرب وعمنت ديمومي وحملي أوصلت الرئيس مكرون للذهاب إلى مطار الرياض ولقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصولا إلى الضغط ودينامية الضغط اللي أدت إلى إطلاق صراحه بـ 21 تشرين الثاني وظهوره الشهير تاني يوم بعيد الاستقلال لما استقبلوا الرئيس عون وعينيه عم بتعبر عن سعاته وعن تأثره العاطفة والأخلاق بتحقيق هذا الإنجاز هلأ يمكن اليوم الرئيس الحريري أعطى إشارة تقدير لأول مرة لذاك الموقف لكن قدمه بإطار المكاشفة وليس بإطار التأدير الذي يبنى عليه أنا فهمت لولا وجود جبران باسيل لكانت التسويمة موجودة بعدها هلأ هو جرب اليوم ما هو أصلا من اللحظة اللي أرر فيها لما كلف للمرة التانية واعتذر خط الكود للنجاح أو الفشل هو عدم وجود الوزير باسيل وبالتالي عم ببرر هو كل خروجه من تسويه كان إلى مفاعيل ممتدة لست سنوات التبريرات اللي قدمها حتى الآن تبريرات غير مقنعة حتى الحديث عن استجابته لجمهور 17-20 وتمييزه لنفسه عن الآخرين بالتجاوب مع صرخة الناس أنا بعطيكي مشهد اليوم متناقض هو ما جرى في ساحات ساحة الشهداء على باب مسجد محمد الأمين بين الحراك وبين مناصري المستقبل قبل الخطاب وبعد الخطاب هذا دليل حجم عدم الانسجام الطبيعي بين جمهور الطيار وبين قوى حراك مدني تطالب بشعارات تعمم فيها نظرة إلى الطبقة السياسية اللي بمثل الرئيس الحريري وتاريخه رغم كل حفلة الدفاع اليوم جزء أساسي من الوعي المرتبط بتلك المرحلة وسيئاته وتراكم هذه السيئات وصولا إلى الأزم الخامقة لها بس هوني هالشي بينفي مقاله أيضا الرئيس الحريري بأنه هو الوحيد اللي يستمع إلى الشعب وعندما طالب الشعب باستقالة الحكومة مشين هيك سارع إلى أعلان استقالة هذه الحكومة المشهد اللي شفناه بناقد أنه وهيدا لأنائلت اللي كيرا الحريري انضم إلى الشارع مثل ما عم بتقول يعني هوني كمان منروح أبعد من هيك من يتهم الأحزاب الوقوف وراء هؤلاء الناس كمان يضحض هذه النقطة هو حتى اليوم إذا لاحظتي بهيدا الإطار أنه عم يتهم أحزاب أخرى وقوى سياسية أخرى تحاول أن تركب موجة هذا الحراك الشعبي وأن تستثمر فيه لتضع نفسه بموقع آخر أو بموقف آخر لكن الأكيد أنه هو بإطلالته اليوم عم بقدم خريطة الطريق التي سيتعايش فيها مع الواقع الجديد الموجود بالبلد عم بيحكي عن مرحلة مصيرية عم بيحاول يشد عصب جمهوره عم بيحكي عن سلسلة عمليات تغيير ستطال الواقع الشعبي والتنظيمي وحتى فريق عمله الشخصي صحيح يقال أنه في أربع دوائر طلب منه رسميا أن يغير فيها فريق عمله الخاص وعم ينقال أنه خلال أسبوع سنرى فريق عمل لحد هلأ بعدها مش مبلورة شخصيته بالنسبة لإلنا بس رح نشوفها مباشرة صحية يبدو أنه في مجموعة منطقات يمكن مش بس منه هو من رعاته الإقليميين بتعبر على الإيرادة بمحاولة إنتاج مشروع ومظهر زعام جديد مرتبط فيه إن شاء الله ما نكونش عم من بالغ بتوقع هذا الأمر بس عملية الحث اليوم وزرع الحيوية وإعطاء النبض الفاعل لما هو قادم حتى بالموضوع المالي إذا لاحظت هو وعد لإيلون مستحقات علام من المرحلة الماضية وعد بيقدر يعني بعض التعليقات هيك على السوشيال ميديا نحنا ومرئين أكيد هي بتعبير عفوية شعبية أنه اللي ما قادر عم يحكي عن انهيار وأنه يجب انقاذ البلد من الانهيار أنه لم يستطع انقاذ شركاته من الإفلاس كيف يستطيع أن ينقذ بلدا من الانهيار هلأ هو إذا لاحظت يعني هيك بكل بساطة خواطر ناس وهيدا منطق مشروع بالتأدير خاصة أنه الناس تعرف تسقط التجربة الشخصية لأي إنسان بمجاله الخاص وسحب إلى النطاق العام حينما يتقدم هذا الإنسان إلى مرفق عام بأهمية رئاسة الحكومة هذا أمر بديهي بتوقع إمكانات النجاح والفشل من شخصيته الأمر الثاني أنه هو اليوم يقدم حاله من الخارج يقارب الأزم من موقع الذي لم يعد منخرطا فيه وهذا غير صحيح لذلك اللي قالهم بالآخر نحنا بلنا نبني عليهون إيجابة إذا هو يريد أن يعمل جولات ويساعد ويقدم وبعد عنده طاقات ممكن يبذلها في سبيل الخروج ميهو تارك جميع يعني ماشي دائما وحتى الوزير بيسئل بتغريدته اللي أرأي فيها ترك باب وهي دا كمان بالفهم الأخلائي للعمل السياسي أمر إيجابي ترك باب بس صعوب الوصول لأله ما في مشكل ما هي القصة هون يعني فيها نوع من رسائل متبادلة لأنه كمان الهجوم كله إذا لاحظت حيّد مجموعة من القوى الأساسية اللي هو متساجل معه تاريخيا مع مفردي وحيدة مرأة أنه المال الإيراني الكاش ممكن ينقذ حزب حزب ولن ينقذ دولة أو ما بينقذ دولة بس هالأد لأنه بالمعلومات هو حريص ألا يحدث يعني صدعا سلبيا بالعلاءة الإيجابية اللي كانت بينه وبن حزب الله بالمرحلة الأخيرة ما قبر خروجه وأنا مبسطت أنا وعن بسمعوا اليوم أنه هو اعترف أنه أنا خرجت من رئاسة الحكومة ولن يخرجوني وبالتالي كل المنطق اللي حكى فيه عن الإلغاء كم متناقض مع قصة أنه هو الذي خرج بالعكس بقيت حتى خيار حسان دياب حينما اعتمد كرئيس قادم للحكومة تمرأ لإلو مجموعة أسماء غير اللي مرأوا بالعلن قال لا لا لما وصلوا لعن حسان قال لا مانع وبالتالي حتى الخيار اللي هو هلأ عم بيمين متململ منه وسبب اللي ابتعاده عن السلطة هو يجع من رحم إرادته الإيجابية أو اللاسلبية بالتعاطم ونشو المبرر لسرد منطق الإلغاء عندما قال أرادوا إلغاء الاشتراكي أرادوا إلغاء معراب أرادوا إلغاء بما يعني وصولا إلى القول بإلغاء الحررية السياسية أو إلغاء سياسة يعني أول شيء تعرفي بهيدا النوع من اللحظات من شد العصاب مطلوب الإيثار السياسي مطلوب لبوس الضحية اثنين ثلاثة مطلوب استدرار عطف الجمهور لإعادة بناء معادلة التفاعل الجديد بين القائد وبين جمهوره بالعكس أنا برأيي هو صحيح حكى عن فواصل زمنية تعطل فيها العمل السياسي بس هذه منذ اتفاق الطائف أصبحت جزء من منظومة التعاطي بقلب العملية السياسية الموجودة بالبلد وبالتالي لم يكن هو المستهدف فيها لأنه حتى الرئيس مئاتي لما تكلف بالألفين وعداعش أشهر طويلة قبل أن يؤلف حتى الرئيس تمام السلام 11 شهر هذه الفترات الطويلة إلى علاقة بالثغرات التي أوجدت دستور والتي تركت هوامش لللعب السياسي وللأطراف السياسية المعنية وهي والتي كسرتها حكومة رئيس دياب يعني شهر وشوي تم تأليف الحكومة وبالتالي هيدا بيرتد عليه أمر آخر أيضا ممكن اليوم مراءبته واستشرافه أنه لا يمكن للمنطق اللي آرب فيه الرئيس الحريري الأزمة الخانقة اللي عم بعيشها البلد واللي هي إلى وقع خطير على النظام السياسي بالبلد حاول هو يلاحظي أنه يقولك طائف باقي أصلا يعني هذا من قال أنه هناك نية لنقضة الطائف يعني الغريب أنه يعني هذه وكأنها صارت محاولة لاستدرار العواطف بالمنطق الطائف المذهبي أكتر ما هي إرادة تمسك بالدستور وكأنه تلميح إلى الإنقضاد على السنية السياسية أو بما معنى على صلاحية رئيسة هي هي هاك بالزبط يعني أول شيء يعني الطائف مفروض أنه مش هو يحارسه الوحيد ولا الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه هو الصانع الحقيقي تاعه يعني البعض يذهب بالقول أنه الرئيس رفيق الحريري واكب الطائف لحظة بلحظة وتحكم ببعض الزوايا فيه ربطا مع طموحه بالوصول إلى رئاسة الحكومة ماشي هذا أمر مشروع لكن الطائف إجا إرادة وقف للاحتراب الأهلي في لبنان بلحظة معينة ولم يستطع أن يتحول إلى وسيلة تسهيل لإدارة ونمط حياة اللبنانيين ومنظومتهم السياسية بالعكس أنا برأيي الطائف عبر عن فشل متنامي وصولا إلى الذروة الحالية ومنح مع تطور الزمن مع تغير المعطيات أن نتوافق جميعا على محاولة بسترة السيء لإخراجه من هذا الطائف والحسن للبناء عليه بإطار معالجة الأزمة العميقة اللي عم بعيشنا نظامنا السياسي وانتبهي المنطقة كلها عم تعيش مناخ تحولة نحن بقلب مرحلة انتقالية قد تطول وقد تقصر وهذه الأزمة العميقة ستنقلنا حتما إلى مقاربات جديدة بتعديل الطائف بالذهاب إلى خيارات أخرى لكن نحن بظل أزمة نظام عميقة ما في تخوف من ما يسمى بالمؤتمر التأسيسي وإعادة يعني العد إذا فينا نقول من المسألة مثل ما أنا عم بقصودها إلى علاقة بالعد بلقي أنا اللبنانيين متفاهمين على نظام سياسي يحفظ التعايش والانسجام بين الطوائف الروحية لكن بنفس الوقت وهون ملاحظة جوهرية ما فينا هل أدن ظل مأسورين لأوالب جام دي ما عم نقدر من خلاله أن نؤمن ديمومي وصيرورة لكي نسوس حياتنا بالشكل الذي يليق بنا كشعب وققوة سياسية وأحزاب وحتى كحراك هلأ عم نطالب بالدولة المدنية وعم نطالب بالعلمنة لكن هيدا كمان بدوا أدوات وآليات ضمن سياء طبيعي يتفاهم عليه الجميع ويؤدي إلى الانتقال المطلوب هل هذا يتطلب إعادة النظر بالمجلس النيابي من خلال المطالبة أكثر من طرف بالانتخابات المبكرة هون عم نطرح كمان مسألة على أي قانون ستقوم هذه الانتخابات بالتالي يعني إذا عملنا انتخابات على نفس القانون الموجود اليوم ما فيش بتغير الانتخابات عمره سنة يعني مزاج الشعب هل قد تغير أم أنه بتوافق رأي البعض أنه ايه تغير مزاج الشارع والشعب استفاق من غيبوبته اليوم بده يرجع يصوب هذا المسار هلأ هون إذا بديك تحطي تناقض وتعارض وجهات النظر من قبل الجميع هني عم بقوله ولي عم بطالبه بالانتخابات المبكرة أنه شارك تسعة واربعين بالمية في 51 مشارك مين ضامن أنه يأمنوا لل51 المشارك وقوة دفع ليشاركوا هي واحد متكلين على ما يحدث اليوم في الشارع يعني هؤلاء ليسوا بعدد قليل بكل المناطق بكل الطوال صار فيه إشكالية على الأرقام وصار فيه نقاش طويل مع احترامي لكل الأرقام اللي نزلت واللي عبرت عن الواجهة خاصة بالأيام الأولى لكن إذا بتلاحظ الخط البياني للعبة الأرقام بين الأيام الأولى والأيام الأخيرة عشية جلسة السئة بتشوفي التغيير الكبير والعميق علما واضح أنه الأكثرية كانت ببيوتها صحيح في ناس نزلت طالبة بالتغيير وبالواجع وبالجوع واسم كبير كان محق مننا وبعبر عن صوتها وصوتك بالمعنى الاجتماعي لإلو علاقة بواجع الناس ومعاناتها لكن أنه نصل بالطرح إلى انتخابات نيابية مبكرة أول شيء بننا نتفئ هل هني قبلينين بالقواعد الدستورية المعتمدة لإجراء هذه الانتخابات ما هي الحكومة الجديدة التي تشكلت رافضين الاعتراف بشرعيتها أي حكومة أي قانون انتخاب قواعد إدارة الانتخابات بالمرحل لذلك أصلا الفترة الفاصلة المتبقية عن الانتخابات الجديد إذا بدنا نتفاهم على قانون جديد ليشكل بقصر وقت الانتخابات خاصة نعرف أخذوا عطب وانين ومشاهرة في التجربة بالمرحل الماضي لذلك مسألة الانتخابات برأي أنا في أولوية الجوع والشأن الاجتماعي وتأمين يوميات المواطن ومواجهة الضائقة المالية القطيرة اللي عم يعيش البلد وتبهي حكومة حسان دياب بتكون جديرة بالنجاح إذا أحسنت اختيار عنوان محدد مرتبط تحديدا بهذه الأزمة وأن تراهن على نجاح أول تستطيع أن تجعله أساس وتبني عليه لتثبت أنها جديرة بأن تأخذ فرصة مستدامة وأن تتوسع أكثر بمعالجة أزمات البلد من كلمة مستدامة هون أخذتني لسؤال أن البعض يقول أن عمر هذه الحكومة لا يكون طويلا وهي هيك مرحلة انتقالية لتمرير وقت الاستحققات الصعبة اللي نحن إدمينها يعني خمسة شهور ونرجع لحكومة من نوع آخر هلأ هيدا هيدا وجهة نطر موجوتي لكن أنا كيف بدي جاوب على سؤالك أصلا كل هذه الحكومة بشكلها بأسماء بتوازناتها بالخلفية الثقافية تاعة شخصياتها بابتعادها عن لم تكن متوقعة رئيسة بآليات مقاربته لم يكن مطروحة شي جديد كليا لذلك أنا ميل أنه ما حدا بيملك تحديد دقيق لقدرة هذه الحكومة على البقاء مش مختبرين يعني هذا النوع هيدا المسألة إلى علاقة بسيرورة التجربة بإمكانية تقديم نموذج بالقدرة على إحداث اقتراق بعوامل النجاح التي يمكن أن تذهب إلى وبنفس الوقت بإرادة عرقالتها من الخارج وتحديدا الولايات المتحدة نحن عطيناهم باس للأمريكين جبناهم حكومي من النصغ الثقافي تبعهم فيها كتير من أمريكين من اللي أشبعوا بالثقافي الأمريكي لنقلهم نحن الأولوي للعمل ما عنا عقدي بالمسميات وهيدي تهمنا فيها وإنه نحن مش قبلانين أن نتجرأ بالذهاب إلى هكذا خيرت لذلك بمسألة القدرة أو الزمن هي تجربة من خلال التجربة أو يحدث النجاح أو يحدث الفشل بس في صدمة هيكة فجأة رح تصير نتيجة أي عمل يعني نحن قدمين على ثلاث استحقاقات صعبين يعني عنا أول استحقاق بقال من شهر هلأ جمعتين زمان تسعة عدار مفروض اليوروبوند عنا بنيسان نص نيسان وعنا بحزيرة يعني ثلاثتهم كل واحد أكبر من الثاني ومنعرف قديش صعبة تخطي هيدا أمر إيجابي وأمر سلبي الأمر السلبي فيه أنه في أجندة بدأت تفرض نفسها على الحكومة دون أن تستطيع الحكومة أن ترتب أولويات هي بدأيها وبالتالي لاحظي اجتماعات ثم اجتماعات ثم اجتماعات هل تستطيع الاجتماعات المتواصلة والقرارات الناتجي عنا أن تعالج ما خربته السياسي على مدى عقود طويلة هذا أول أول امتحان الامتحان الثاني أنه فيه هناك من يريد أن يطرع علينا مقايضة بالبلد هي أزبتكم هذه حالة الإفقار والتصحر المال اللي أنتو عم بتعيشوها وهذا ما هو مطلوب منكم بالسياسي على مستوى البلد وعلى مستوى يعني أنه كأنه ما عنا غير خيار وبالتالي نحن يتم وضعنا بين حدين نحن عم نعجل للروح نلجأ لسندوق النقد والبنك الدولي بس كان شوي متجاوب بآخر خليني أنوياك نتسلسل فيها يلا صندوق النقد والبنك الدولي مثل البروتوكولات لمعالجة مرض السرطان لسمح الله بشخص المرض عندك أربع خمس بروتوكولات معروفين عالميا الراجيو والشيميو والولو لا فيه بروتوكولات علاج حتى طبيعة المرض وضعيته ما كانه بتسحب بروتوكول من هالأربع وبتسقطي بدون أي حيوية إلى علاقة بإمكانية شفاء قواعد علمية معتمدة بتجي بتاخذ واحد منه وبالطبية صندوق النقد والبنك الدولي عندهم أربع خمس ستاندر نماذج عالمية بيعتمدوها لأزمات هك دول بس نروح لعندهم بدون يسحبوا لنا أحد هذه النماذج وقولوا لنا هذا يصلح للتطبيق على بلدكم وكلها النماذج موجعة ونتائجها نتائجها كانت خطيرة باليمن بالجزائر بكذا دولي تم تجريبا على هذا الأساس نحن أصلا بنيويا بلد من نصق خاص ما إلو ولا نموذج بالعالم أول شيء بدون يقولوا لنا بكون ترفعوا البنزين تاني شيء بكون ترفعوا دارية بالتفاق تاني شيء بكون تشحلوا القطاع العام طبعا بكون تعالجوا مشكلة الكهرباء بكون تغلوا التعريف عن الناس بكون تفكوا ارتباط الليرة بالدولار وتترقوا تحرروا سعره على أساس وغير ذلك من الخطوات هل هذا الأمر لا سمح الله إذا نحن اعتمدناه بحطنا فعلا على سيرورة إنقاذ والله بيكون وصفة لثورة جياع قادمة أين منها التي شهدناها حتى الآن من هون على هذه الحكومة بكثير من التعقل والهدوء أن تدرس كل الظروف المحيطة بالأزمة داخليا وخارجيا وأن تحاول أن تطع أنا مني اقتصادي مش هكي مبارح تم التروي ولم يتخذ القرار في وقت أصلا في وقت يعني على قليل المهل المتبقي من نشبات بس ما قلت لازم التفكير يكون قبل يعني بس يقولونا في استحاق منفكر بالحل لا بالعكس هم يدرسوا هلأ مجموعة حلول بهذا الإطار في وجهة نظر قوي كانت تميل للالتزام بالموعد المحدد وأنه فاوض على الاستحقاقين التاليين في وجهة نظر تاني بتقول منفصل بهو السندات المليار ومتا مليون الأجنبي المستحق للأجانب عن الداخلة وبنعليلهم فايدتهم منتفعلهم ياها ومنصدر سندات موازه بدالهم وهيدا واحد من أي مصاري هون السؤال يعني هون العلامات الاستفام وتخوف الناس هل أموال الموضعين بخير أم سيتم الاقتطاع منهم أم سأني من ما رح يصير فيه هالسيول لتدفع أو هالسندات لتتحول لاستحقاق اليوروب هلأ نحن بعد معنا شوية عملي صعب الرئيس دياب عبر بوضوح بكلمته بالبرلمان أنه هؤ المصريات الباقيين بدوا يخليهم منطقيا لتأمين الحاجات الأساسية للشعب بالفترة المقبلة وأنتي عارفة نحن عم ندعم البنزين عم ندعم الأمح عم ندعم ويمكن بدنا نوسع منظومات الدعم بس بدك تشوف هالموجودين أدى بدون يتحملوا لذلك أكتر شيء منطقي بهذا السياق أنه نحن نروح نحو ما يسمى إعادة جدولة يمكن في بعض الدول كانت جاهزة لتدعمنا ومنا دول عربية خريجية أنا سمعت القطريين بأكتر من محطة أبدو استعدادهم ليدعموا لكن بيجي أمر العمليات الأمريكية بيضرب على الإيد وبيقول نحن أصحاب القرار بالسيرورة التي يجب أن تسير في هذا الاتجاه بس هنا يعني كأنه مرهون مصير ما يحصل في المنطقة ويعني فينا نقول آخر شيء مسألة صفقة القرن فينا نقول بعدين ما سيحدث خلال السباق الانتخاب الأمريكي ورح نظلنا مرهونين لتشرين يعني ما بعرف إزاي المهلة اللي ممكن واحد يقول سنة تنفس عضاء من بعد أم أنه أطول هيدا لحضرتك عم بتلمسي بسؤالك هو الخط التاني الموازي للأزمة الداخلية وهو المعنى الأكبر اللي برأيي أنا واقع المنطقة المأزوم والصراع المفتوح والكبير بدول المنطقة بين محورين كبيرين هو اللي ممكن نحن من خلاله نستفيد إيجابا لأنه بالأخير الكبار بدون يوصلوا للحظة من خلال المواجهة أنه يقعدوا على الطاولة ويعيدوا توزيع واقع النفوذ في المنطقة ومحاولة إدارة هذا السراع بما يخفف من عبءه على دول المنطقة أو في محور بده ينجح بفرض وجهة نظره نسبيا على المحور الآخر إما ضمن إعادة توزيع أو بكباش كبير بدنا نشوف أول إطلالاته بثلاثة آذار القادم مع الانتخابات في كيان العدو ومصير بن يمين نتنيا قبل استحقاء الداخل اللي لدينا المال إذا بدنا قبله بستة أسبوع تقريبا والاستحقاء الكبير الآخر هو الانتخابات الأمريكية نتشري واللي مرتبط فيها المواجهة الإيرانية الأمريكية المندلعة ما بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني ورفاقه والأهم اللي عم بصير بسوريا بموضوع إدلب والحضور الروسي المؤثر والإنجازات الكبيرة اللي عم بحقيق الجيش السوري بوقت كتير سريع وبزمن كتير قصير وهذه ستعكس واقعا سياسيا يتأثر فيه لبنان أنا برأيي بالمعنى الإيجابي للكلمة لأنه بالأخير بدأ تخفف السوريين من الثقل العارم لهذه الحرب هني عم بعيشوا الآن آخر محطتين من هذه الحرب الطويلة على سوريا محطة إدلب ومحطة شرق الفراط تصوري أنه الجيش السوري كان عم بيحارب على أربع بيط نقطة عسكرية بالألفان وطلتاش الآن الجيش السوري عم بيحارب على نقطتين هيدا التعافي لسوريا في بادرة أمل للبنان بيفتح له العمق الشرقي على كل أبعاد واحد اتنين في موضوع النازحين اللي هو بشكل أو بآخر عم بيشكل عبء داخلي على واقع البلد ثلاثة أصلا محاصرتنا لهالدرجة ماليا يراد من خلالها إقفال حنفيات التسرب من عندنا لعند السوريين وشفتي كيف تأثرت سوريا بعد 17-20 نتيجة الواقع المالي نفس السيناريو طبعا هو زيته أصلت عنها لكن هني عبر ما سمي بقانون قيصر وبلعبة الدولار نفس الشيء حتى السحبات كمان هي زيتة فيه كابيتال كونترول مقنع كمان ما تنسي أنه السوريين ودائعهم بالبنان بتتعدر بين 22 مليار إلى 40 مليار دولار وهي هلأ أسيرة مع الواقع الموجود وفي حكي بيقول أنه الأمريكان مقررين يتبقوا جزئيا قانون قيصر على الودائع السورية بالبنوك اللبنانية شوفي أو على الأقل بدون يبتزوا بهذا الأمر بس هيتعمل أزمة اللبنانية السورية بسبب هلأ يمكن هني بدون يلوحوا بهذه الورقة للإبتزاز السياسي بس انتبه هذا عنوان موجود بصلب آليات التعاطي من الذين يقفون لأنه أنا من المؤمنين أنه أزمة بلدنا رح نكتشف أنه جزء كبير مننا مفتعل هذا الواقع الضغط والمفاجئ له أهداف سياسية وساهمت فيه مصارف داخلية وخارجية وقوى سياسية ولوبيات لبنانية موجودة بأمريكا حرضت الأمركان أكثر ليوقعون بخضم هاي الأزمة مرتبط بما سيحدث في المنطقة قريبة أكيد أنت نطيب عن النفط والغاز وخط هاف شفقة القارن وإعادة ترتيب بالمنطقة وتوزيع موازين القوى فيها والوجود الروسي بحميميم مقابل والوجود الأمريكاني شو مهم هالإحنا بحامات والله شو مهم هالإحنا شفتي شو قال لهم داي عدينا أمور كلها مرتبطة بهم بقع لصغير شفتي شو قال لهم جيفري فيلتمان قال لهم حرفيا بإفادته الشهيرة بالكونجرس لما كانت موجودة حنين غدار ومونة يعقبيان وبعدين صار يقول لهم لا يمثل الموقف الإدارة هو لا يمثل موقف الإدارة لكن يمثل بعمق النظر الأمريكي البعيدة المدى إلى موقع لبنان في جغرافيا المنطقة شو قال لهم قال لهم هذا اللبنان الصغير بموقعه الكبير بفعله وتأثيراته تعرف الرئيس الحص شو كان يقول كان يقول ليس مهما ما يريده الأمريكي من لبنان بان المهم هو ما يريده الأمريكي من المنطقة عبر لبنان هذا دليل دائما أنه هذا اللبنان على شرق المتوسط جغرافيا متخم بالتأثير وبالحيوية فما بالك إذا كان مرتبط بأمن العدو الإسرائيلي بثروة هائلة من النفط والغاز موعود أن يكون لها وقع كبير بالصراع نحو النفوذ والتأثير في أسواق أوروبا لاستهلاك الغاز الروسي إجاء على سوريا ودائما لبنان خاصرة رخوي لسوريا والأهم من ذلك الصراع الكبير بمحور المقاومة والمحور الأمريكي الإسرائيلي بوجه وما يمثله لبنان من قوة وتأثير عبر ما تمتلكه المقاومة من ما يسمى الصواريخ الدقيقة التي تمثل العنوان الكبير الذي يشغل بال الجميع والذي يطرع على الطاولة سرا في كل عمليات المقايضة التي تجري فيها يمكن هذا هو العنوان الأساس بكل الصراع اللي عم نشوفه بكل هالفترة بس لأكد لك أنا ساترفيلد قبل ما يترك الملف لشانكر أكتر من ثلاث مرات مع كل الرؤسة والمسؤولين كان هذا العنوان علنا وسرا هو الهاجس ورح تكتشفي أكتر فأكتر مع اقتراب موعد الانتخابات في كيان العدو وفي الولايات المتحدة أن هذا العنوان سيبقى دائما هاجس وثقل ومعيار لقوة لبنان ومعيار لحسابات يحسبها الآخرون لهذا الوطن الصغير قبل ما يدهمنا الوقت لنعود لذكرى 14 شباط ذكرى 15 لاستشهيد الرئيس الحريري من شوي نشر ما قاله بهاء الحريري بذكرى أغتيال نطلع بيانه والده أعلن أن ما قام به ولا يزال الشباب والشابات والأهل على مدى الأشهر الأربع الماضية هو قمة الرقي بإعطاء دروس لمن فقد معنى الصدق والإخلاص والأمانة في تولي وتعاطي الشأن العام وقال لم أكن أبدي رأيا بالشؤون العامة وذلك حرصا مني على عدم الدخول بسجلات لا تخدم إلا صائدي أخبار الثرثرة الرخيصة أما اليوم وقد وقعنا في المحظور فلابد لي من التأكيد أن ما كان يحصل بالتدرج بغضى اغتيال والد الشهيد هو اغتيال بطيء لكل من آمن به لوطنه وأهله وبسببه اغتيل يعني وأكيد ما في مشكل بيان طويل عريض ولكن يعني وكأنه رجع يعطي رأي بالسياسة أم مشاكة حتى أنا أعملك تفسير منطقي من وجهة نظري أول شي هو بده يحكي بالذكرى بيان بده يميز حاله عن الكلام اللي عم ينقال ثلاثة عم يعطي رأي بعد اللي صار بـ 17-20 وعم يربط هيدا الرأي بالدور اللي أديه بيه وصولا إلى لحظة الاغتيال وعم بفرجه أنه هو إله قراءته التي قد تنسج مع قراءة الآخرين من أقرباءه في البيت وقد تفترق عنه ولكن هو بكل الحالات ميز حاله دون أن يقدم حاله كمشروع سياسي متناقض أو بديل لما يمثله شقيقه لأنه ربطها بإطار أنه سيكون تبعات ذلك ثرثرة والأسطياد أنا لذلك برأي حدود المسألة هي الذكرى وليس أكثر فقط لغير وليس أكثر دائما نبنى آماله وطروحات وانكتب شغلات أكبر من حجم أنه سيكون بديل سعد الحريري علما أنه كان البداية لأه كان الأختيار الأول لما صارت قصة 24-22-2017 وأسر الرئيس الحريري وكان فيه عروضات عم بتروح وتيجي بظل الأسر أرسل للسيدة بهية الحريري عبر أحدهم عرض بهذا الاتجاه وموقف الحاسم هي والوزير نهد المشنوق في حينه والحملة اللي صارت واللي قاد نادر الحريري وغطى صخوري بالشراكة مع الوزير باسيل على مستوى العالم هي التي أجهضت مجرد أن تطرع هذه الفئة وهذا ما أبعد نادر الحريري برأيك؟ أكيد هو كان أول الضحايا وهلأ فيه ضحية تانية تتقدم مع المعطة جديدة بترتيب بيته ومن حوله عن واضح ووزير غطى صخوري فيه غضب سعودية شديدة علمنا أنه كان من المقربين ولكن بالفترة الأخيرة لا أبداء رأيه لا خروش على الأعلام بعد اللي صار بقصة معراب الشهيري لما هو إيجا نقل له أنه القوات رح يدعموه لما هو كان مكلف ولم يحدث الأمر كما كان هذا نعكس أزمة وصفر شوي هو وقرروا عدم حضور الجلسة وساعة أقرر صحيح هو اعتبر أنه كان فيه تقدير خاطئ من الوزير غطى صخوري لكن السعوديين بعدهم حفظ له الثقر ربطا باللي صار بـ 24-2017 مشان هيك كنت عم بتقول أنه فيه تغيير بالفريق الغي المحيط فيه وأيضا هو أعلن رسميا بكلمته اليوم أنه بده يوعاد هيكلة الطيار وبده ينعمل انتخابات داخلية واسعة ووعد أيضا بمعالجة بعض المشكلات المالية وأكد على تفعيل حضوره السياسي هو والطيار بالمرحلة الماضية بس هيدا ألن يضعف هذا الطيار يعني أكتر من مخاض إذا فينا إذا بدنا أنا وياك نعمل تقريشي بعد 17-20 إذا بدك تبلش أنا برأيي كل الأحزاب السياسيين على ضفتين مواجهة مطلوب مننا شيء اسمه إعادة مراجعة بعد اللي صار بـ 17-20 وبعد التجربة الماضية كلها لأنه كلنا عم نقول التجربة الماضية كان فيها نسبة أخطاء كبيرة بس عم نتقاضى في المسئولية أنا برأيي أنه كلهم ما جدول هذا الموضوع الانتخابات يعني ما رجعت وضعت الأمور محلة لكن هو البعض عم يطرح الانتخابات المبكرة اعتقادا منه أنه بتعمل مفهوم انقلابة والبعض عم بيحطها كعصي بالدولاب طبعا اللحظة الحالية لكن أنا برأيي طبيعة لبنان وتركيبة نظامه السياسي هلأ إذا بتصير وهي عمرة سين ونوص بينشد العصب بلحظة وبنسبة كبيرة ترجع على الأحزاب بيرجع أكتر من 85% من الوجوه الموجودة بتتكرر لذلك الأصدي أنا بإعادة المراجعة بالبنى التنظيمية بالخطاب بين الأحزاب والنطبع واحد من أكتر المتأثرين هو طيار المستقبل خاصة مثل ما بلشت لك بأول الحلقة طيار المستقبل الأكسجين طبع حيويته هو السلطة لذلك لا تستطيع الزعام الحريرية أن تقود أفكار ورؤى وإنجازات بمعزل عن السلطة بعدين في مسألة نحن ما حكينا عنها اليوم أنه الرئيس الحريري بهذا الهجوم اللي عمله اليوم عم بيجرب يحمي مصالح كبيرة لإله بعد بقلب السلطة وبقلب الدولة وهو غير قصة الزعيم السنية ومن ينافس الحريري لا غير الملفات اللي بدت تنفتع في مؤسسات ضخمة بعد كلها تتحرك بأمره بفلكه طبعا يعني بحكي لقوى الأمن الداخل الهيئة العليا لطبيعي مدير العام قوى الأمن الداخل كان موجود رئيس الهيئة العليا للإغاثة كان موجود ما حدا متصور غير هاك لأنه أصلا ما حدا جاي يتصرف بكيدية ولا حدا جاي ينتقم ربطا بالولاء السياسي أنا برأي المقاربة بس بالقطع بتصير القصص يعني أيامات بيكون مهرجان سياسي بيقولوا هذا موظف كيف يحضر مهرجان خلاص بأيامات تانية عاد طبيعي يحضروا كلهم وما في أي حدا بيطلع صورة للأسف هيدا التابون كسر عنا وهيدا أضار بهيبة الدولة وبحرمة الموظف وليس بشيئة واحدة ولكن هيدا تكرست كسقافة طويلة عنا مش من هلأ من زمان إلى درجة أنك تشوفي شخص مسؤول بالدولة قاعد علنا بحضرة مهرجان سياسي هيدا بتمس صدقية والتزام هذا الموظف أمام كل الشعب اللبناني فما بالك عم تحكي عن حراك والبعض سما ثورة وعن مفاهيم جديدة يجب أن نقارب من خلال الأمور لذلك التحدي أمام هذا الحراك الآن بجزءه الإيجابي دايما بنذكر نعول على الجزء حتى طلعوا هني كمان بيحكوا عن جزءه الإيجابي يعني كل العالم شايفي جزء إيجابي بهالحراك من الزاوية لهي بتشوفها من خلاله لازم يبقى عنصر تقويم لكل مرحلة التعاطي مع الأولويات بالفترة القادمة آخر دقيقتين معنا دكتور واسيم بزي من ينافس الحريري اليوم بالزعيم السنية لأنه طرح هذا الموضوع من بعد ما تغيرت المفاهيم أنه يعني المفتي كان عم بيقول حريري فقط لغيره وشفنا الحكومة كيف تشكلت وفي أكتر من وجه السنية مثلا نجيب مقاتي غيره من الوجوه في يعني حاطت حاله الرئيس الحريبي بهيدي مش مشهد سهل أنك تشوفي شخص مش جاي من عالم السياسي مش معروف صحيح عمل وزير تربية بالألفان وحداش خلال أقل من شهر شكل حكومي حط الثقة بجيته طلع لعند المفتي دريان واستقبل وهذا زلزال هيدا دليل أنه ما فيه أحاديات ثابتة وأنه فعلا هاي الكلمة المكتوبة على باب مجلس الوزراء أعيام الرئيس الحريري صح لو دامت لغيرك هو الشهيد رفيق الحريري وقتا عملت لو دامت لغيرك ما قالت إليك وهيدا دليل أنه ليس هناك شيء آمن مستديم ورئيس الشهيد من أقواله أيضا ما حدا أكبر من بلده وهو اليوم رجع استرجاع الرئيس الحريري أنا لكي برأيي الإطلال اليوم كانت إلى حد كبير هادية التصعيد المتوقع فيها إجا أقل بكتير مما هو محسوب رسائله ذاتية نحو حاله نحو جمهوره ومكاشفه ودفاع عن النفس أكتر ما هي هجوم على الآخرين وبنظلنا مثل ما قال الوزير بيسيل بالتغريد الراهن على أنه في وطن مأزوم يستطيع أن يجمع الجميع ويؤمن مساحة طلاقي للجميع رأفة بهذا الشعب الموجوع المتلضي بنار كرامته اللي عم تتاكل كل يوم على أبواب المصارف بينطروا الناس تصوري أسبوع ليقبضوا حقهم من معاشهم مئة دولار أو هالأد لبناني المصارف لازم تخرج من استنسابية المعايير بالمبدأ تم الاتفاق تم الاتفاق نظريا إن شاء الله عمليا لكن أنا بالخطير أنه كل مدير إقليمي كل مدير فرع لبنك عم يتعاطى بقواعده بأولوياته بحسابات استنسابية إلى علاقة بشخصه صاحب إمارة بمحيط وهذا بكل أسف دليل أي درك أسفل نحن وصلنا إليه بدنا نظلنا نعول على الجزء الإيجابي من أي كلام صدر اليوم ونحن أرينا المناسبة من خلال هذه الإيجابي إن شاء الله وبانتظار ما سيصدر عن السيد نصر الله يوم الأحد صحيح وهي إطلالي مرتبطة أربعين سليماني وعماد مغني هذه قراءة رح تكون إلى علاقة بالإقليم بالتداعيات الكبرى للصراع وبالتعويل على الحكوب القادمة وقراءة سمحت السيد لإله دائما منعول على الإيجابية وشكرا لحضورك لها القراءة جد واضحة وواسعة دكتور وفين بزيال البحث السياسي أهلا وسهلا فيك دكتور